خلاف مودست مودست ده كان قرار فني من السويسر مارس الكولر والكابتن محمود الخطيب وافقوا عليه لان كان محتاج مهاجم عشان كسل عالم للاندية وما كانش افضل حاجة لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح هنتكلم على تفاصيل كتيرة جدا وهنتكلم على مكلمة الكابتن محسن صالح للكابتن محمود الخطيب يوم الخميس والاعتذار رسميا مباشرة للكابتن محمود الخطيب على استمرار الكابتن محسن صالح برئاسة لجنة التخطيط والطلب من الكابتن محمود الخطيب اللي هو يضخ دماء جديدة داخل الفريق وهنتكلم ايضا عن مكلمة الكابتن محمود الخطيب تاني يوم الجمعة للكابتن محسن صالح لمعرفة التفاصيل كلها كمان هنتكلم على محمد علي بن رمضان وموعد وصوله الى القاهرة وعفوا واجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود كمان هنتكلم على زيارة المستشار مرتضى منصور لاحمد فاتوح هنتكلم علىها بالتفاصيل القوية جدا على زيارة المستشار مرتضى منصور لاحمد فاتوح وهنتكلم على كل حاجة في الحلقة دي لكن كل اللي نطلبه من حضرتك نبدأ الحلقة بالصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وفضلا وليس امرا ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة لو انت مش مشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار مننا اول باول ان شاء الله اول حاجة عايز اتكلم فيها واول نقطة وهي محمد علي بن رمضان وموعد وصوله واخر مباراة له مع الفريق المجري بتاعه محمد علي بن رمضان اخر مباراة له يوم 17 8 السبت النهاردة اخر مباراة له مع الفريق المجري بعد انتهاء المباراة مباشرة يتوجه الى المطار يصل صباح الاحد لاجراء الكشف الطبي والاعلان رسميا انضمامه الى النادي الاهلي وتوقيع العقود محمد علي بن رمضان رسميا اهلاوي لمدة ثلاث سنوات محمد علي بن رمضان عفوا لمدة خمس سنوات محمد علي بن رمضان اهلاوي لمدة خمس سنوات في النادي الاهلي يصل غدا باذن الله تعالى الاحد لاجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود والانضمام رسميا الى النادي الاهلي نقطة ومن اول السطر هنتكلم كمان على لجنة التخطيط اللي هو موضوح حالية النهاردة لجنة التخطيط في النادي الاهلي قررت بقرار رسمي من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي بتوجيه الشكر لكل اعضاء لجنة التخطيط بما فيهم الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف طبعا على مدى فترة كبيرة جدا من الوقت او من السنين بازلوا مجهود وبازلوا على قد استطاعدهم في لجنة التخطيط ان هما يكونوا مفيدين للفريء الاول للنادي الاهلي ولكن حان الوقت لقالة لجنة التخطيط بعد طلب رسمي من الكابتن محسن صالح وهنتكلم عليه بالتفاصيل وضخج الدماء جديدة وهقولكم الاسماء المرشحة للجنة التخطيط حصل مكالمة بين الكابتن محسن صالح يوم الخميس بالكابتن محمود الخطيب وهو متجه الى الساحل كما ذكر الاستاذ ابو المغاطي زاكي على قناته على اليوتيوب ذكر ان حصل مكالمة بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن محسن صالح وطلب الكابتن محسن صالح من الكابتن محمود الخطيب رسميا الاعتذار على استكمال المهمة داخل لجنة التخطيط والاستقالة من لجنة التخطيط كابتن محمود الخطيب كان في الطريق فطلب من الكابتن محسن صالح الهدوء وانه هو الهتصل설 بيه في وقت تاني محمود الخطيب اتصل بالكابتن محسن صالح يوم الجمعة وعرف التفاصيل كلها كان الكابتن محمود الخطيب بلغوا بطلب معين اوصلوا لمارس الكولر وجي في الاجتماع طبعا مارسل كولر ذكر الكلام ده والكابتن محمود الخطيب طبعا ادهي جدا الكابتن محسن صالح وما كانش متذكر الموضوع فقال له ايه سبب انك عايز تمشي او ايه سبب الاقالة كابتن محسن صالح قال له في يوم يا كابتن حضرتك بلغتيني ان انا وصل رسالة لمارسل كولر المدير الفني للنادي الاهلي انه ما يشركش مودست انه ما يشركش مودست لان في عدد مباريات معين لو مودست لعبها حيبقى النادي الاهلي لبس فيه ويتم تفعيل العقد لمدة موسم طلقائيا وليس فسخ العقد طبعا الكابتن محسن صالح توجه للكابتن مارسل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وابلغه بالموضوع ده فالكابتن مارسل كولر غضب غضب شديد جدا وذكر في الاجتماع ان لجنة التخطيط بتتدخل في شؤونه وبتتدخل في امور الفرقة وبتقول له يشرك مين وما يشركش مين وده كان طلب من سيادتك كابتن محمود وحضرتك كنت ناس الموضوع ده والموضوع تذكر في الاجتماع وحضرتك ما كنتش متذكر فمنعا للكلام لان حضرتك عارف ان العلاقة بيني وبين لجنة التخطيط ومارسل كولر مش على ما يرام فانا بفضل الاستقالة واقالة لجنة التخطيط بالكامل وضخ دماء جديدة طبعا الكابتن محمود الخطيب حتى هذه اللحظة اللي انا بكلمك فيها لسه ما اصدرش قرار رسمي بس انا بقولك رسميا عيبقى بقرار من الكابتن محمود الخطيب اقالة لجنة التخطيط بالكامل وليس فرد واحد فقط في اسماء مرشحة للجنة التخطيط في النادي الاهلي ايوة في اسماء مرشحة طبعا كان فيه ناس بتقول كابتن هادي خشبة كابتن هادي خشبة بعيد تماما بعيد تماما خالص عن رئاسة لجنة التخطيط لانه طبعا اشتغل في بيرامتز الاسماء اللي مرشحة للجنة التخطيط الكابتن ودي مفاجأة الكابتن سيد عبد الحفيز لرئاسة لجنة التخطيط هيعونوا كل من الكابتن احمد بلال والكابتن عماد متعب الثلاثة مرشحين وبقوة للجنة التخطيط في النادي الاهلي ده اللي احنا هنعرفه الايام اللي جاية وده اللي احنا اللي لجنة التخطيط او قرارات الكابتن محمود الخطيب هتسفر عنها الموضوع الاخير اللي معاني اللي عايز اتكلم فيه وهو موضوع زيارة المستشار مرتضة منصور الى احمد فتوح في الحبس بتاعه طبعا المستشار مرتضة منصور زار احمد فتوح فجر اليوم وبعد ما ظهره طبعا طلع في بس مباشر من امام الاسم ومرمط كل مجلس ادارة نادي الزمالك ولعيبة نادي الزمالك تخيلوا احمد فتوح ولا فرد ولا فرد من مجلس ادارة نادي الزمالك ولا لاعب من لعيبة نادي الزمالك يزور احمد فتوح في الحبس بتاعه او في محنته كرسة بكل المقيس حقيقة المستشار مرتضة منصور في الحاجات اللي زي دي هو ما بيتوصحش المستشار مرتضة منصور قرر رسميا الدفاع عن احمد فتوح بمساعدة المحامي الكبير الاستاذ اشرف عبد العزيز الاثنين هيتم الدفاع من خلالهم على احمد فتوح وانا بقول لكم رسميا مدام مرتضة منصور دخل في القصة دفاعا عن احمد فتوح انا بقول لكم رسميا احمد فتوح هياخد براءة او هيبقى في صلح هياخد براءة او هيبقى في صلح ولو بقى في صلح احمد فتوح هيبقى براءة وأنا بقول لكم أحمد فتوح لن يلعب مرة أخرى في نادي الزمالك لما بدر من مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم زيارة أي فرض من المنظومة سواء إداري أو لاعب لأحمد فتوح وده بقرارات رسمية وبفرمان من الأستاذ حسيل لبيب أحمد فتوح هيخرج من محنته بقول لكم على مسئولية الشخصية أحمد فتوح لن يرتدي تشيرت نادي الزمالك مرة أخرى مهما تكون العواقب والتضحيات أحمد فتوح لن يرتدي تشيرت الزمالك مرة أخرى نقطة ومن أول السطر أنا مش هقول أكتر من كده ياريت لو الحلقة عجبت حضرتك ادعمنا باللايك للفيديو وشير علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس أنا بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك جدا أنك استكملت معايا الحلقة للنهاية استنون إن شاء الله في حالة جديدة واستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته